السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائي المشاهدين أهلا بكل محبي ومتابعي فن السينما في مصر وفي العالم العربي وفي كل مكان في حلقة جديدة من برنامج سينما الشارع أهلا بحضراتكم وأهلا بكل الناس اللي بتتبعين على الجروب اللي بتشاركين داي من افتراحتها ومشاركتها بعد الحلقة واخلال الأسبوع أنا بسفيت جدا من قراءكم ومن كل المنشورات اللي حضراتكم بتنشروها على الجروب والكومنتات والتعليقات والحوار اللي بحصل ما بين جمهور البرنامج على السوشال ميديا أو على جروب سينما الشارع بيكون مفيد جدا ليا وكذلك كم الترشيحات الكبير اللي أنا بختار دايما منه أفلام اللي بنعرضها هنا فأنا هريس النحركة تكونوا موجودين معايا باستمرار خلال الأسبوع على الجروب فدي حاجة بتساعدني جدا وأتمنى أن حضراتكم تكونوا موجودين معايا على الجروب وكذلك على قناتي على اليوتيوب بالقناة باسم عز الدين دي ويدار تقدروا تعملوا سرشا علي بقول دا ليه؟ بقول دا لأن النهاردة الأسبوع دا بالذات مش النهاردة أنا أخدت وقت كتير في البحث عن الفيلم اللي أنا أحضره حضراتكم لحد ما اخترت فيلم النهاردة وفيلم النهاردة من ترشيحات حضراتكم لكن هو دا حديدا ترشيح والدتي ترشيح أمي أمي بعتتلي فيلم دا وقالتلي إيه رأي في الفيلم اللي أنا تعملوا وتقدموا النهاردة؟ فأنا عملته وهي موجودة في جروب سينما الشرق ففيلم النهاردة فيلم قديم أبدا سود لكن هو أنا اخترته لأن هو مش بس هو مناسب هو مناسب جدا للحظة اللي احنا فيها ومناسب للموضوع اللي احنا في الحين وقالنا فترة و لسا جانا نتكلم عن الفيلم قبل ما أتكلم وأقول لحركة واسم الفيلم هنتكلم عن فكرة الاستعمار وفكرة الاستعمار دي اللي احنا درسناها في الكتب كتب التاريخ واللي كانت قاعد العبارات المكررة في الخطبات والدباجة بتاعة جمال عبد الناصر والضباط اللي قاموا بـ 52 لحد النهاردة فكرة الاستعمار وفكرة أن الاستعمار كان العدو اللي قامت ضده حركة 52 وفضلت تتغنى أو فضلت ترفع الشعار بتاع مواجهة الاستعمار القضاء على الاستعمار لفترة طويلة لعالة سنوات طويل جدا لحد ما جات أحداث أكتوبر و 67 ثم أكتوبر فرقت الخطاب يتغير من الاستعمار إلى إسرائيل وبعد كده تحول الخطاب بقى لخطاب تاني بقينا حبايب لإسرائيل والأمريكا وكده وتحول الخطاب العدو بقى الإرهاب وفضل يتغير العدو من عدو لعدو لكن حتى بعد ما غيرنا العدو حتى بعد ما غيرنا اليفطة بتاعت العدو وخرجنا الاستعمار من خانة العداء وحتى بعد ما خرجنا إسرائيل من خانة العداء الأنظمة خرجتها يعني من خانة العداء وحتى بعد ما أنظمة متولية حطت الإرهاب كالعدو الرئيسي اللي الدولة كلها بتحشط طاقتها والرأي العام والوعي واجهة الإعلام والكتاب والصعافيين ومفكرين بيحشدوا الناس في مواجهة العدو اللي هو الإرهاب حتى بعد كل ده هل يجوز إنه حنسأل السؤال إنه هو هل رحل الاستعمار هل فعلا الاستعمار اللي حنسناه اللي هو بقى له 70 سنة و80 سنة وخلص خلاص مفترض نظريا خلص هل رحل الاستعمار إذا يعني إذا السؤال ده حد طرحه هيقولوا يعني إنت موضوع فلسافي يعني وإنت تتكلم في إيه موضوع ده خلاص يعني فات وكده لكن حقيقة اللي يتماعن في حالنا ووضعنا واللي يقرأ التاريخ أو يعيد نظر في التاريخ يعني من وجهة نظر مش متأثرة بالبروباجندة الإعلامية اللي عملتها الضباط الأحرار ومش متأثرة بالبروباجندة اللي عملتها أنظمة عموما مش الضباط الأحرار في مصر بس الأنظمة عموما التي ورثت الاستعمار إذا نحين هذا التأثر بالبروباجندة الإعلامية دي وزي نحينا التأثر ولو أنه أمر صعب جدا لكن لو نحينا التأثر بكل مناهج التعليمية والطلقين والشحن النفسي والمعناوي والفكري اللي حصل المصريين جيل وراجيل لتأكيد التعريف أو لتأكيد السردية بتاعت أن الاستعمار رحل وأن الانقلابات العسكرية اللي قام بيها الضباط في مصر وفي الدول العربية هي لأجلة الاستعمار عن عالمنا ومنطقتنا وإن إحنا تحررنا وإن إحنا امتلكنا إرادتنا وإن إحنا بنقيم دولة وجمهورية جديدة في ذلك الوقت يعني في الخمسينات والستينات والسبعينات لأن في دول تأخرت عربية شوية في الثورات أو في التخلص من الاستعمار إذا صدقنا السردية بتاعت الأنظمة دي إذا نحينا السردية بتاعت الأنظمة دي إذا تخلصنا منها إذا فكرنا وعدنا تقييم التاريخ بدون الخضوع لها يعني واعتبرناها ما حصلتش فسنجد أو سننظر التاريخ بشكل مختلف وقد يجد بعضنا أو كثير من الناس أو المفكرين أو الباحثين إن حقيقة حال المصريين وحال دولنا لم يتغير لا على مستوى الحالة الاقتصادية ولا على مستوى الحالة السياسية ولا على مستوى الاستقلال نفسه ولا على مستوى الاستقلال دي هي الحاجة اللي كانت أصلا شعار مرفوع في موجة الاستعمار فبالتالي إذا كانت كل الأهداف التي رفعت لأجل جلاء الاستعمار لم يتحقق منها شيء فهل كانت الفكرة في الثورات دي أو تعريف ثورات تعريف غلط لأنها هل كانت الفكرة في الانقلابات اللي حصلت كانت فعلا جلاء الاستعمار لأنها لم تحقق أي هدف من الأهداف اللي كان المصريين بيتمنوها من جلاء الاستعمار هل انتلاكنا سيارتنا؟ هل قدرنا نحقق ونبني دول حققية مستقلة؟ لها اقتصاد مستقل ولها رؤية سياسية مستقلة ولها قوة عسكرية مستقلة ولها قرار وإرادة على أرضها وعلى منطقتها وعلى عالمها مستقل مستقل هل الشعوب امتلكت إرادتها؟ هل 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 لو ترحنا ستين هل هنجد الإجابة؟ لا طيب إذن هل رحل الاستعمار؟ هو في الحقيقة وكثيرين جدا بيروا كده يعني أن الاستعمار لم يرحل الاستعمار غير صيغته غير الصيغة اللي كان بيحكم بها عالمنا غير الصيغة اللي كان بيحتل بها بلدنا ماذا ما كان بيحتلها عسكريا أصبح بيحتلها من خلال وكلاء طيب الوكلاء دول هل ينفع يجو بالديمقراطية؟ إذا جون بديمقراطية إذا جون باختيار الناس لن يضمن الاستعمار ولن تضمن الكوى الاستعمارية أن يستمر نفوزها وسيطرتها على مواردنا لن يضمنوا استمرار إخفاقنا وفشلنا واستقرارنا في القاع لن يضمنوا استمرار الاستيلاء على مواردنا وعلى أبنائنا وعلى خيراتنا وعلى خيرة علمائنا ومفكرين لن يضمن الاستعمار أنه يستمر في السيادة على أراضينا عسكريا وعلى جونا وعلى مياهنا لن يضمن الاستعمار السيادة على مقدراتنا من بدرول وغاز وغيره وغيره إذا حصل الديمقراطية مش هيدمان طب إيه الحل اللي كان أمام الاستعمار علشان ينهي مرحلة الاستعمار البائسة بعد الحال بالعامات التانية ويتحول إلى صيغة جديدة يحكم بها هذه المناطق المنطقتنا العربية منها كانت الصيغة أن تحكم بينقلوات عسكرية أن تحكم بالعسكر بالجيوش لأن العسكر والجيوش هي لا تختار لا تنتخد هما ناس بيسويترو على الحكم بالسلاح مين صاحب السلاح؟ مين موارد السلاح؟ مين مصنع السلاح؟ مين يملك المال؟ مين يملك أن يقر هذا الانقلاب وأن يزيح هذا الانقلاب؟ مين يملك أنه يدرب الضباط ويخرجهم ويدرس لهم ويستقطبهم ويصنعهم؟ الاستعمار إذن التحكم في الجيوش أسهل ما يتحكم في الشعوب الشعوب في الآخر ممكن تخرج عن الإطار بسهولة إنما الجيوش مش ممكن تخرج عن الإطار بسهولة الجيوش يمكن السيطرة عليها لأنه بيملك تسلحها بيملك حسرها بيملك حلها بيملك تحولها إلى أعداء بيملك تفكيكها وبيملك تصعيد كويرات لها وبيملك صناعة كويرات لها فبالتالي إحنا حقيقة إحنا بنحكم بوكلاء الاستعمار الاستعمار لم يرحل لكنه غير صغطه والدليل إن الحد النهاردة شعوبنا كلها شعوبنا كلها شعوبنا كلها شعوب العربية كلها وقع تحت الاستبداد ووقع تحت الفشل الاقتصادي والصناعي والاجتماعي وكل حاجة وخيراتنا ومواردنا وأبنائنا وعلمائنا ومفاكرين وخيرة أبنائنا كلهم بيروحوا للغرب كله بيتجه للغرب خامتنا بتروح مواد خامل الغرب غير قادرين على إن إحنا نصنع أو ننتج أو ننافس أو نستقل أو نصنع سلاحنا ودواءنا وغذاءنا غير قادرين ليه؟ لإن إحنا لا يرادلنا إن إحنا نكون قادرين لإن الوكيل اللي قاعد بيحكمنا هو مش عايز ده هو خلاص هو إحنا إذا فهمنا الموضوع في الإطار ده إحنا إن اللي بيحكمنا هم وكلاء الاستعمار وإن الاستعمار مرحلش لكن هو بيغير صغته غير صغر اللي بيحكمنا بيها شوفوا ده بقى شوفوا النهار ده بمناسبة كاس العالم كان لسه حد متكلم من برح يقوله شوفوا منتخب فرنسا 15 لعب من 20 لعب أفرقى أصلا من مالي ومن كاميرون ومن كونغو ومن طب دول اللي ما يلعبوش في أفريقيا لإن أصلا بلاد أفريقيا مستعمارة إذن اللعيبة اللي بلعبوا لمنتخب فرنسا هم أفرقى الفلوس اللي بتصرف عليهم فلوس أفريقية إذن أين السيادة يعني إحنا العالم الغربي أو القوى الاستعمارية القديمة اللي مازالت مستمرة فرنسا وبريطانيا ومعهم أمريكا مازالت بتستعمرنا مازالت بتحتلنا مازالت بتقودنا وتستولي على بلدنا من خلال وكلاء اللي بيضمنوا لها أن نظل فاشلين أن نظل في القاع أن نظل غير قادرين وأن يظل أبنائنا ومواردنا بتروح لهم خام مواد خام لحتى أطباءنا ومهندسينا وفكرينا وعلماءنا شوفوا كمية العلماء والأطباء والمهندسين والمتخصصين في كل المجالات اللي كل يوم بتشحنهم المراكب والطائرات إلى الغرب ده اسمه إيه؟ ده ما سموش ده تعمد إحنا في حالة متعمدة طيب إيه علاقة ده بفيلم النهارده؟ لأن فيلم النهارده بيتكلم ثاني عن الاستعمار فيلم النهارده قديم أبادوسوت والناس بحب أبادوسوت هتتبسط النهارده لأن فيلم النهارده رجع بنرجع به نشوف ونفكر ونشوف المصريين كانوا بيعملوا إيه؟ مع الاستعمار المصريين كانوا منقصمين ازاي وكان حالتهم ايه في مسألة الاستعمار لان الكتب والتاريخ والصورة يوليو او يعني حركة الدباط في يوليو درست لنا في المناهج وفي الاعلام وفي الميديا وكل حاجة حاجتين ان الجيش هو الى اجل الاستعمار حاجة الحاجة التانية ان المصريين كانوا على طول الخط او ان الرأي العام او المصر بشكل عام كانت على طول الخط بتواجه او ضد الاستعمار ولم تدخل في تفاصيل الفيلم ده بيدخلني فيها تانش التفاصيل اللي عزين نفهم الشارع حل الشارع حل الدولة حل المؤسسات حل المجتمع في ذلك الوقت موقفهم من ايه من الاستعمار والتنوع المختلف ما بين مواقفهم من الاستعمار ونسقط ده على وقعنا النهاردة مواقف المصريين والمؤسسات وهيئات المجتمع واركانه واطيافه موقفهم من وكلاء الاستعمار اللي بيحكمون هو نفس الموقف هنكتشف بعد ما اتفرج الفيلم النهاردة ان موقف مكونات المجتمع المصري من الاستعمار هو نفس الموقف بتاع مكونات المجتمع المصري نفسه من وكلاء الاستعمار موقف الاستعمار هو نفس موقف وكلاء الاستعمار فانا بحاول بالفيلم النهاردة اثبت لحضراتكم من خلال السينما اللي بترجعنا للحزة زمن اللحزة زمن ماضي بحاول اثبت لحضراتكم ان الاستعمار لم يرحل وإن إحنا ما زلنا بنحكم بوكلاء الاستعمار دي فكرة فيلم النهاردة ودي فكرة حلقة النهاردة غير إن فيلم النهاردة للمخرج صلاح أبو سيف صلاح أبو سيف من المخرجين الرواد رائد السينما الوقعية في مصر ومن أوائل المخرجين اللي اشتغلوا السينما في مصر واشتغل مساعد مخرج في فيلم العزيمة فيلم العزيمة ده 36 تقريبا يعني من أوائل الأفلام المصرية هو أفضل أو من أفضل أفلام تاريخ السينما المصرية على الإطلاق فبتخيله بصلاحة بوسيف اللي اشتغل مساعد مخرج في فيلم العزيمة يعني من أوائل ورواد السنة المصرية ومن أكتر المخرجين اللي أخرجوا أفلام وقاعي في السنة المصرية أكتر من 47 فيلم رائد حقيقي يعني أستاذ المخرجين هو مخرج فيلم النهاردة ولو إن فيلم النهاردة يصنف فيلم رومانسي خفيف رومانسي خفيف يعني إيه؟ يعني مش من الأفلام الملحمية الضخمة الكبيرة هو فيلم رومانسي خفيف للمتعة للاستمتاع لكن الفيلم لا يخلو من أفكار مهمة جدا 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 محتاجين نشوفها النهاردة وإحنا بنتكلم عن الاستعمار اللي بيستعلي علينا النهاردة اللي مازال بيعملنا بنفس العجرفة والاستعلاق النهاردة اللي مازال بيسطو على مواردنا وعلى أبنائنا وعلى خيراتنا وعلى مستقبلنا النهاردة اللي مازال بيحكمنا من خلاله كلاءه لحد النهاردة الاستعمار ده خلينا نشوف زمان كان حاله إيه وحل مصريين معه ايه في فيلم النهاردة اللي بعنوان لا وقت للحب ده فيلم النهاردة فيلم اللي هو وقت للحب هو فيلم جميل وفيلم مهم فيلم النهاردة طبعا من اخراج صلاح ابو سيف فخلاني نشوف فرق العمل ونرجع نتكلم عن الفيلم صلاح ابو سيف مخرج فيلم النهاردة زي ما قلت حالكم مخرج كبير ومعروف ان هو من اهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية وهو اخرى اكتر من 47 فيلم مخرج مصري ومهم كان بداية حياته باشتغل في مصنع المحلة مصنع شركة المنسوجات في المحلة لحد ما اتقابل بالمخرج نيازي مصطفى والمخرج نيازي مصطفى طبعا هو اللي ساعده لانتقال في العمل في ستوديو مصر ولما راح بقى ستوديو مصر كلام ده كانت سنة 36 بدأ يدرس السينما وبدأ يهتم بالسينما وبعدها سافر لدراس السينما في فرنسا وفي ايطاليا ورجع علشان يبقى مدير قسم الانتاج في ستوديو مصر ويشتغل مساعد مخرج في فيلمي عزيمة وعمل زي ما قلت حركه حوالي 47 فيلمة أو حاجة زي كده لحد وكان اول افلامه الطويلة كان فيلم اسمه هو دائما في قلبي ومعامل افلام كتير جدا شفنا حضراتكم اكيد تابعته البرنامج المتابعي البرنامج الأدامي يعني شافه كتير جدا من افلام وهنا من خلال البرنامج شفنا فيلم البداية الزوجة التانية المواطن المصري السقمات بين السماء والأرض فيلم القاهرة 30 وافلام تانية كتير جدا فصلحة ابو سيف مخرج مهم وقدم افلام مهمة ده كان مخرج فيلم النهاردة طبعا فيلم النهاردة من تأليف مساعد المخرج برضو مساعد المخرج كان احمد السابعوي والقصة والحوار يعني فيلم مأخوذة عن قصة للكاتب يوسف ادريس ويوسف ادريس طبعا غني عن التعريف وهو له اكتر من 33 فيلم اما كتب له مسيناريو وحوار او اخذت عن قصص ليوسف ادريس يوسف ادريس مولد 27 ودرس الطب ولكن هو اشتغل في مجال الكتابة والسينما يعني وكان من المعروفين بايه توجههم ضد الاستعمار في شبابه وكثيرا ما كان بيشارك في التظاهرات وفي الحركة ضد البريطانيين وضد الملك فاروق وكده لكن من اهم اعماله كان فيلم الحرام وفيلم النداها وفيلم قاع المدينة وعنبر الموت وافلام كتير جدا بقول الحركة 33 فيلم في رصيد يوسف ادريس الفيلم ده من اللي كتب الحوار بتاعه الكاتب كاتب فرنسي اسمه لوسيان لامبير وهو كتب قاسف السيناريو بتاعه لانه يوسف ادريس اللي كتب الحوار انما السيناريو كاتب فرنسي اسمه لوسيان لامبير وكاتب لوسيان لامبير ده عمل افلام كتيرة مصرية هنبقى نتكلم عنها بعدين يعني هو كاتب فرنسي لكن كان بيكتب بالعربية المهم فيلم النهار لتصوير عبد الحليم نصر وموسيقى فؤاد الظاهري الأبطال فاتن حمامة رجد أبازة صلاح جهين بدر النوفل طبعا صلاح جهين بالمناسبة مثل أفلام قليلة ده منها يعني من أفلام ده من أكبر الأدوار اللي أخدها في السينما صلاح جهين شاعر معروف طبعا وكاتب أغاني معروف لكن هو التجارب السينمائية قليلة ده من أهمها يعني طبعا معنا بدر النوفل وعبدالله غيس إبراهيم قدري وعسمة محمود أحمد توفيق أحمد لوكسور وحافظ أمين طبعا أحمد توفيق مخرج برضو مسرحي معروف أحمد توفيق ممثل لكن هو أيضا كان مخرج سينمائي ومسرحي معروف لأعمال مهمة ده كان فريق عمل فيلم النهاردة طبعا نحن نتكلم عن فيلم خرج صلاح أبوصيف بكل يعني ومن هو صلاح أبوصيف قصة يوسف السباعي ومن هو صلاح أبوصيف السباعي والكتب الحوار لوسيان لامبير وده حد من الكتاب المهمين جدا اللي كتبوا سيناريو في مصر لأنه هو من الناس أصحاب الصنعة يعني كتب سيناريو من الناس أصحاب الصنعة اللي دخلوا الصنعة اللي حطوا علامات مهمة في الصنعة في مصر يتعلم منها كتير جدا من الناس لوسيان لامبير سيناريست فرنسي معروف وكتب في مصر مجموعة من الأفلام الكتيرة يعني حوالي 8-9 أفلام منها فيلم اسم الشيطين الثلاثة وعافريت مراتي والمجانين في نعيم والندرة السوداء وكتب أفلام كتيرة مهمة لكن أهميتها في أن هي كانت من الأفلام اللي كانت بتأسس أو بتحط لأسس الصنعة بتاعت الكتابة السيناريو السينماية في مصر